اشتركوا في القناة مباراة بيرمدز المواجهة القادمة في بطولة الدوري المطش اللي جاي طبعا هيكون عندنا فيه الكاس أمام الألمينيوم يوم الجمعة فرصة لالتقاط الأنفاس قبل التحضير والاستعداد لمباراة بيرمدز إن شاء الله يوم 22 عن أكبار الأهلي وأكبار منتخبنا الأوليمبي والحقيقة يمكن برح فيه أكتر من لطة تستحق أن نقف معها وفيه كثير من الحاجات أو الحالات اللي محتاجين نتكلم فيها معاكم على مدار الحلقة خلونا قبل ما ندخل في التفاصيل هنروح لفاصل سريع ونرجع نبدأ حلقة عندنا الحقيقة مبارح في ماتشو مودرن وأكتر من لطة تستحق أن احنا نقف عندها وخصوصا أن احنا يمكن قبل كده تكلمنا على قصة نهاية المشوار يعني والكلام مش بالنسبة للأهلي بس الكلام لكل فرق دول النهاردة الناس بتعمل حساب النقطة نقطة واحدة تفرق في حسم لقب أو تفرق في اسم نادي في مرحلة الصراع على الهبوط وبالتالي الحساسية شوية بتزيد وهنا الكلام على التحكيم وتأثيره فيما تبقى من عمر المسابق الأهلي فضلوا تسع ماتشاط مبارح شوفنا لقطة هدف طبعا محمد مجدي أفشا والكلام على التحكيم الحقيقة مش بهدف الانتقاد بهدف بأكتر ما إحنا هدفنا أنه انت بتتكلم على ملايين المشاهدين وللأسف فيه مقدمات مع كامل التأدير والاحترام لكابتن محمد عادل حاكم اللقاء مبارح احنا عارفين طبعا على خلفية ماتشاط كتيرة جدا قبل كده ومصطلحات كتيرة جدا منها ومصطلح الاحتواء اللي دخل علينا فبقت الناس الحقيقة متحفزة شوية أرجو من حكامنا جميعا كلهم يعني مش بتكلم بس على كابتن محمد عادل إن هم يخدوا في اعتبارهم حساسية المباريات المتبقية في عمر المسابق دعالوا نشوف الأهلي نيوز روم ونقف مع اللقطات المهمة جدا في مبارات الأهلي ومودرن امبارح طيب دربة الجزاء أو الفاول دربة الجزاء للنادي الأهلي أو الفاول اللي يستحقه عمر السيسي نتيجة اشتراك وسامة أبو علي معاه اللقطة اللي كانت مقدمة هدف محمد مجدي أفشا طبعا الناس انقسمت يعني محاولتش طبعا دي اللقطة اللي بتكلم عليها تحديدا أنا الحقيقة يعني مش قصتي خالص ومش هتكلم في إنها ضربة جزاء صحيحة للأهلي ولا فاول مستحق لمودرن أنا هتكلم على صفارة كابتن محمد عادل خد بالك ما بين الكرة دي ما بين اللقطة دي ووصول الكرة أو تصليح الكرة ووصولها لمحمد مجدي أفشا لو ممكن نلعبها بس بالبطيء سلو موشن بالزبط من هنا كل ده حصل يعني الاشتراك أو الالتحام اللي حصل وهم مش واضح مين اللي اعتدع على مين هل وثامة أبو علي هو اللي احتكب بعمر السيسي ولا عمر السيسي اللي رامى تقلو على رجل وثامة أبو علي اللي يمين فبالتالي لها وعليها يعني نختلف عليها تحكميا وأغلب استوديوهات التحليلية وأغلب الخبراء التحكم اختلفوا عليها والجمهور كمان نقسم عليها فيه ناس قدتلك دي يعني ممكن تتحسب بنيلتي لصالح وثامة أبو علي ونسألتلك لا دي فاول صريح على وثامة وبالتالي فاول لمودرن السبورت لكن انا اللي يهمني بقى ولي يخصني في الموضوع ولا انا جاي اتكلم مع حضرتك فيه من لحظة لمس الكرة نتيجة الاشتراك والتدافع لانا مش عارف بصراحة مين اللي صلحها هل في حد لمسها أساسا يعني هل وثام لمس الكرة عمر السيسي واضح تماما انه ملمس الكرة تمام فبالتالي من اللحظة دي الكرة تصلحت الكرة تصلحت لمحمد مجدي أفشة ومحمد مجدي أفشة شاط الكرة وكرة راحت قطعت طريقها من رجل محمد مجدي أفشة لغاية الشبكة كل ده حصل وكابتل محمد عادل ما خدش قرار والصفارة بتاعته ما طلعتش ليه؟ والسؤال هنا ليه؟ أنا شايف ان وثام هو اللي لمس الكرة بصراحة يعني أنا شايف الكرة دي وثام هو اللي وصل للكرة الأول فهي لو ما تحسبتش ضرب الجزاء فهي تتحسب هدف لمحمد مجدي أفشة واللي يزود على ماتل استفام هنا هو تأخير صفارة كابتن محمد عادل نبص هنا سيبك من الكرة ونسيبك من وثام وعمر السيسي بص على كابتن محمد عادل رفع يده بالصفارة وراح بكمل اللعبة لغاية هنا بالنسبال وما فيش خطأ الكرة وثت لأفشة وقفشة شاط وكرة راحت للشبكة وبعد كده كابتن محمد عادل قرر ان هو يصفر ويعتبر اللعبة مخلفة السؤال هنا ليه؟ وايه هو سبب تأخير كابتن محمد عادل دي الحاجات اللي بنتكلم فيها أنا هنا لاتكلمت انها ضربة جزاء مستحقة ولا اتكلمت انه هدف صحيح ولا اتكلمت انه فاول لمدر مش قصتي في النهاية أنا مش خبير تحكيمي وفي النهاية القرارة تأخذ والمباراة انتهت ولكن لو انتهت المباراة دي لو انتهت المباراة دي بنتيجة تانية غير فوز النادي الاهلي أنا بقول لحضرتك الاتهامات اللي كانت هتبقى على التحكيم في مصر وعلى كابتن محمد عادل لا نهاية تلاه ليه برضو بقول الكلام ده؟ لأنه فيه مواسم كتير جدا كان للتحكيم قرارات ضد النادي الاهلي ومع منافسي النادي الاهلي او لصالح منافسي النادي الاهلي تسببت في التأثير على وجهة اللقب فبالتالي نتمنى نتمنى الحرص كل الحرص لحكامنا ولهم منا كل التقدير والاحترام وانا اكتر واحد حريص انه بس انا حرصي الواحده مش كفاية يعني حرصي الواحده على مكانته على هيبة التحكيم المصري وعنجاح منظومة التحكيم المصري مش كفاية فيه صراعات كتير اه فيه عدم قبول لفكرة المشرفين الاجانب او الرؤساء لجانة التحكيم الاجانب برضو وارد وعندنا من الكواليس كتير بس ما نطلعش نتكلم فيه فيه صراعات داخل او بين الحكام المصريين سابقين او حاليين اه فيه كل ده اثر على منظومة التحكيم في مصر اه اثر لكن اللي نتمنى نتمنى يعني انه التحكيم المصري ترجع الثقة مبدئين فيه مرة تانية عند جماهير الكورورة المصرية مش بس عند جماهير النادي الاهل طبعا هدف امام بصناعة افشة وهدف تاو بصناعة رضا كانوا كافلين بحسم التلات نقاط وان كان لنا اكتر من وقفة فنية مع مباراة مباراة لان انا اقولت لكم انا بعتبر كل المطشاط اللي باقية للنادي الاهلي مطشاط صعبة تسع مباراة محتاج منهم 24 بنت بعد مباراة بيرامدز نبقى نحسب الحسابات التلات نقاط بتوع بيرامدز هم اهم تلات نقاط من اصل 24 محتاجهم الاهلي فيما تبقى من عمر المسابع عشان يتوج باللقب مطش بيرامدز يفرق معنا كتير جدا جدا وهي المحطة الاهم في كل المحطات المتبقية تجربة او مباراة الالمينيوم مش في الحسابات لانه اعتقد انه يعني مش عايز اقول فيه مباراة سهلة ومباراة صعبة لكن اعتقد انها فرصة واحد لمارسل كولر انه هو يفكر او يحضر لما تبقى من عمر الدوري او مطشاط الاهلي في عمر المشورو في بطولة الدوري حاجة كده زي مطش الزمالك لما انسحب يعني لما الزمالك انسحب ادنا جرعة اكسجين ادت لعبتنا فرصة ان هم يريحوا يلتقطوا انفسهم يشحنوا بطارياتهم مرة تانية فرجع الاهلي يقدم احنا مطشاطه في الدوري في الفترة الاخيرة فنتمنى ان شاء الله بإذن الله بداياتا طبعا التوفيق في مطش الالمينيوم لكن العين الجماهير كلها عينها على مباراة بيناميدز الاهم طبعا فيه مشوار بطولة الدوري طيب من اخبارنا هنروح طبعا الاهلي عنده تمرينة ما فيش راحة يبقى عندك تمنية النهاردة تمنية بكرة مطش يوم الجمعة هنروح ان شاء الله بإذن الله بمالعب مختلطتش ونتشوف ونتابع مع حضراتكم تمنية الاهلي اعتقد انه الجديد في الموضوع انه عمر كمال عبدالواحد اعتقد هيخش في القايمة بشكل كبير برسيتاو رجع ردا سليم رجع الاتنين قدموا حتى لو مقدموش يعني الاضافة الكبيرة لكن هما يكفي ان هما كانوا صح اصحاب بصمة هدف الفوز اللي اتحقق على ومنظم جدا وعنده عناصر على اعلى مستوى فرقة كرة محترمة جدا 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 ويمكن كانت لو دخلت في البطولة بدري شوية كانت تبقى بتنفس لغاية النهاردة لانه السكوادر اللي عند مودرن فريق محترم وعنده كمان على مستوى المحترفين اتنين يعني لعبة محترمة جدا طيب زي النهاردة فكركم بس برضو بالذكرات السعيدية للنادي الاهلي واحدة من الذكرات اللي انا تشرفت بالحضور حقيقة يمكن يعني طول وقت شغلي في قناة الاهلي كنت تشاهد على مرحلة من اهم مراحل النادي الاهلي على مدار تاريخه لحظات شفنا فيها انجازات تاريخية الحقيقة بتتحقق لأول مرة على ايد الجيل ده حقيقة جيل تاريخي الحقيقة زي النهاردة كان 17 يوليو كان تتويجي النادي الاهلي باللقب العاشر في بطولة افريقيا السلسية لا تنسى الحقيقة في مارمى كايزر تشيفز في كازابلانكا ويبدو انه كازابلانكا والشاه حلوة علينا يعني لانه بطولتين من الارباع اللي خدهم الاهلي في السنوات الاخيرة كانوا في كازابلانكا طبعا 3-0 محمد شريف محمد مجدي افشا عمر السلية ثلاثة اهداف لا ينسوا يمكن يكون اسهل نهائي ويمكن يكون اكتر نهائي ما خدش حقه يعني النهائي على حساب الزمالك طبعا ده دفع حتى تانية يعني لا مقارنة ولا مجل انه هو يتقارن حتى مع الصفاقسي يعني لو سألت جمعين نادي الاهلي اغلى نهائي دوري ابطال او اغلى لقب دوري ابطال هيتقلك القضية طبعا على حساب نادي الزمالك النجمة التسح على حقا نادي الاهلي بشوف الصفاقسي التونسي النهائي اللي في رادس هدف ابو تريكا الشهير طبعا يمكن يكون بعده من حيث الغلاوة الاهمية الصعوبة السيناريو الدراما لكن كايزر تشيف زي يمكن جي في النص كده ما حسناش به وكان نهائي سهل والاهلي تفوق فيه من بداية المباراة لنهايتها وعمل سكور كبير جدا لكنها تظل ذكرى مهمة جدا تتكلم على عشر لقب من القابة النادي الاهلي وحن النهاردة بنتكلم على اتناشر ومنسع ان شاء الله مع النادي الاهلي لتحقيق اللقب التلاتاشر في الموسم اللي جاي خد بالك السلاية وقفشة توقيع القضية ممكن وانهائي دوري الابطالة على حساب الزمالك النجمة التاسعة والسلاية وقفشة برضو بس زاد عليهم محمد شريف في النجمة العشرة والله السلاية ده حبيب قلبي يعني الحقيقة الراجل كل نهائي موجود وكل نهائي لي بصمة وكل نهائي بس يلا بقى على كل الاحوال الافشة مبارح كان نجم فوق العادة يعني انا بسط الحقيقة الافشة مبارح جدا بسط اللي نكولر داله من بداية المباراة وقد كان الحقيقة رهانه كان نجح جدا واحد من اميز لعبة النادي الاهلي دفاعا وهجوما وتأثيرا وفعالية قول زي ما انت عايش تقول افشة في حتة تانية هو واحد من اللعيبة اللي تظلموا مع المنتخب كتير قوي حقيقة يعني بشوف اكتر اتنين تظلموا مع المنتخب هما محمد مجدي افشة وهو حسين الشحاد بصراحة يستحقوا الحقيقة مشوارهم مع النادي الاهلي وتأثيرهم مش بس المشوار مش فكرة انه لابس تي شيت وبيشارك في تحقيق ألقاب ولا بيشارك في بطولات كاس عالم ولا بيشارك في احراز اهداف لا لعيبة مؤثرة لعيبة في المطشاط التقيلة ليها ليها تواجد لعيبة تقيلة تراهن عليها انها تحدث الفارق في اي لحظة من لحظات المباراة ففكرة انا اساسا بالنسبة لي ما بحطش لعيبة الاهلي في مقارنة مع اي حد مع كامل احترامي فيه لعيبة كتير حلوة وكواسة جدا وانجوم كبار كمان في الدولة المصري في اندية كتير لكن صعب قوي تحط اي حد منهم في مقارنة مع النادي الاهلي يعني كلمني على الارقام والاحصائيات والتتويجات والتأثير والفعالية والصناعة وعدد المشاركة في المباريات والاهداف اللي حققوها وقدام مين لا الاهلي لعيبة الاهلي كلها في حتة تانية خالص النهاردة التجربة التانية المنتخبنا الالوليمبي ان شاء الله في فرنسا التجربة الاولى كانت قدام اوكرانيا من ثلاثة يام تقريبا انتهت المباراة بالتعادل واحد واحد والنهاردة في تجربة تانية واخيرة امام العراق ان شاء الله قبل بداية المشوار الرسمي الحقيقة وانا عندي كلام كتير على يعني على المنتخب الاوليمبي النهاردة نعم نتكلم ايه اسبوع بالتحديد زي النهاردة زي النهاردة 24 سبعة بداية مشوار منتخبنا الاوليمبي في الاوليمبياد ورهاننا على الجيل ده تحديدا من اللاعبين سواء ان شاء الله ربنا يكرمهم يعني انا شايف انه ودي حصلت قبل كده في اكتر من جيل الفرصة كبيرة جدا قدام اللاعبة دي انها ان شاء الله لو قدمت عروض كويسة في الاوليمبياد وده واحد لازم من الدوافع للشغل عليه جهاز الفني المنتخب مصر انه يجيلهم فرص للاحتراف الخارجي وحصل قبل كده كتير ياما منتخباتنا الاوليمبياد صدرت نجوم منهم اللي نجح ومنهم اللي كمل ومنهم اللي مقدرش ورجع بدري بدري لكن في النهاية ممكن جدا تكون فرصة كبيرة خلينا اقول لحضراتكم بتشكيل المتوقع لمنتخبنا الاوليمبياد النهاردة في حرص المرمى حمزة علاء في خط الدفاع عمر فايد وحسام عبد المجيد معهم احمد عيد باك يمين كريمي دي بيس باك شمال في خط النص وعندنا محمد النني ومحمد شحاتة وامحمد قطة وخط الهجوم هيكون ابراهيم عادل احمد سيد زيزو واسامة فيصل كل التوفيق لنجومنا النهاردة اللاعبين المحترفين في الخارج واحنا في موسم انتقالات الحقيقة يمكن ريال مادريد النهاردة اعلم بشكل رسمي انه هيجدد عقد اللاعب الكرواتي نجم طبعا منتخب كرواتيا ونجم الريال في السنوات الأخيرة لوكا مودريتش كان فيها قويل كتير جدا عن الموسم اللي فات وبعد التتويق بالشامبيونز ليج ومع ودع تاني كروس انه كمان لوكا مودريتش هيودع لكن ريال مادريد او ادارة ريال مادريد استقرت على التجديد لوكا مودريتش لمدة موسم واحد ينتهي في صيف خمسة وعشرين والحقيقة يمكن واحد من افضل لعبين خط النص في العالم صحيح ما قدمش المرضود وما كانش على مستوى المشاركة يعني لي مشاركات كتيرة حتى بشكل اساسي مع ريال في السنوات الأخيرة او في الموسم الأخيرة على وجه التحديد لكن يبقى مودريتش واحد من أهم صناع مجد الريال في السنوات الأخيرة مش عيب أبدا على فكرة يعني يمكن ده يحصل عندنا كمان لكن فكرة قط الليبس فكرة نقل الخبرات فكرة تكريم الرموز دي حاجة ما بتبقاش أبدا جديدة على أندية كبيرة وخصوصا لما نكون منتكلم على ريال مادريد أفضل أعتقد أنه أفضل نادي على مستوى العالم ده دي حقيقة لا تقبل النقاش عايز أقول لحضراتكم أنه في سوء الانتقالات ده فيه كتير من الأقويل بتتقال طبعا فيكتور أوسمين مهاجم منتخب نيجيريا ونابولي مرشح أو اقترب بالفعل وبقوة من هو يروح لفريق PSG اللي مقدم عرض كبير جدا لنابولي في المقابل لوكاكو محتمل أنه يكون بديل أوسمين في نابولي ويقترب جدا بارتداء تي شيرت نابولي عندنا كلام على المركاتو الحقيقة لأنه كمان اليومين دول فيه صفقات كتيرة جدا وخصوص المان يونايتد اللي فتح خزينه أمام أسماء يمكن مش من العيار التقيل أسماء يمكن تكون بتسمحها لأول مرة لكن في النهاية أسماء مميزة جدا من الممكن هتحدث الفارق مع تنهج في الموسم القادر كنت من أسبوع أو يمكن في بداية الأسبوع ده حلقة السادسة في بداية الأسبوع ده كلمت مع حضراتكم على الخبر اللي هز الأوساط فكرة رحيل جوارديولا عن تدريب المان سيتي وقلت لكم أنه الموسم ده هيكون الأخير لجوارديولا مع منشست الستي بعد فترة يمكن تكون الأنجح على مستوى مشوار بيب جوارديولا سواء مع برشتونة طبعا أو بداياته طبعا اللي حقق فيها تلاتة شامبينز ليج أو مع البايرن أو حتى مع الستي 17 لقب حققهم بيب جوارديولا عمل بيوم نقلة نوعية في تاريخ منشست الستي وعاد تعريف معنى تأثير المدير الفني إزاي ممكن المدير الفني خد بالك للاعب معاه في يوم الأيام كريسيانو رونالدو وللاعب معاه في يوم الأيام ليو ميسي بكلم عن الستي طبعا لأنه ميسي كان بيلعب معه لكده في البرس لكنه صنع مجده كله مش من خلال الأسماء ولا من خلال النجوم ولا من خلال الأندية اللي بيلعب أو اللي تولى مسؤوليتها لكنه صنع مجده كله من أسطوبه في التدريب وأثبت أنه إن لم يكن الأنجح من وجهة نظري هو واحد من أنجح المديرين الفنيين في تاريخ كورة القدم بيب جورديولا راحل بالنسبة جيدة جدا عن تدريب الستي والقرار طبعا لم يحصل بعد فيه رغبة من إدارة الستي في أنها تمدد عقد بيب جورديولا لكن الرغبة أو القرار هو قرار جورديولا نفسه اللي شايف أنه حانى وقت الرحيل قرار النهائي مفترض أنه يتخذ فيه منتصف الموسم ما بين شهر ديسمبر وشهر فبراير لكن بالفعل زي ما أكدت The Atlantic مرة تانية على نفس الخبر اللي كلمتكم عليه أنه فيه عدد كمان من الأسماء المرشحة لخلافة جورديولا في منشست الستي أهمهم طبعا تلميزو النجيب أرتتا منهم كمان ناجلزمن مدرب منتخب ألمانيا والباين السابق ومنهم أيضا تشابي ألونسو اللي نجح بشكل كبير جدا في تجربته الأولى مع باير ليفيركوزن دي الأسماء المرشحة بشكل كبير لتولي مسؤولية الفريق حال طبعا رحيل بيب جورديولا بنتكلم على نحن نعتقد هذه صورة في عالم المديرين الفنيين يعني انتهاء جيل زي ما بنتكلم عن انتهاء مرحلة ميسي ورونالدو بنتكلم على انتهاء مرحلة يورجين كلوب انتهاء مرحلة مورينيو يظهر في خلال الشهور القادم يمكن الحقيقة زي ما قلت لكم عندنا كلام على الميركاتو مش بس الميركاتو المحلي احنا في موسم انتقالات فطبيعي جدا يكون في أسماء كتير انت بتقرأ عنها او بتسمع انها مرشحة لانتقال النادي الأهلي سواء أسماء من الاندية المحلية او أسماء كمان المحترفين اجانب لك انا مش هتكلم على أسماء انا هتكلم على مراكز وخصوصا انه اذا كان فيه صفقات فبالتأكيد هيتم حسمها بشكل كبير جدا قبل نهاية شهر ثمانية بعد الفاصل هستقبل ضيوفي في السادسة بلال محسن احمد مصطفى المحللين الفنيين هيكون ضيوفي معايا ومع حضراتكم هنفتح معاهم موضوعات كتيرة جدا سواء ليه علاقة بالنادي الأهلي او المنتخب الأوليمبي او الميركاتو او كلاء اللعبين كلها ملفات هتكون معانا في السادسة بعد الفاصل اهم حاجة في المحلل الفني هي موضوعيته يعني ايه يعني لما تسأله سؤال لازم يتخلى تماما عن انتماءاته ينسى هو بيشجع مين ينسى هو بيحب مين ويديك الرد الخلاصة صفية بدون اهواء بدون ميول بدون انتماءات كده تسق انت في مصدقيته وموضوعيته وانت بتديله اي سؤال على هوا ويكفي ان انا اقولك ان احنا لحظات مقبل بداية الحلقة ولحظاتنا قبل الرجوع على الهواء خناء حامية الوطيط خليني راحب بضيوف السادسة بلال محسن واحمر المصطفى اللي بستنتع بيهم وبيشرفوني في السادسة النهاردة مسأخير بلال مسأخير يا حمد اهلا بيك طبعا واهلا بكل السادة المشاهدين ويمكن عشان جيت متأخر شوية فأنتوا ايه اتفقدوا عليها وانا مش موجود بس انا عندي رأي برضه وبعدين اديتك الخلاصة عبداليورو فعايز خلاصة ايه بعد كده صحيح مسأخير يا بحمد مسأخير يا حمد واهلا بيكم اهلا بكل مشاهديك لا اهلي طبعا بس احنا يعني ايا كان احنا كنا قابل حريفة لا احنا حريفة زي بعض ومنتفقين من زمان مش من النهاردة صحيح اهلا وسأهلا بيكم خليني ابدأ معاكم عندنا حاجات كتير الحقيقة يمكن نهاردة منتخب مصر بيلعب تجربته لها مش مركزة او مش بصة او مش مهتمة غير بمباراة بيرميدز لانها مباراة اعتقد بنسبة 60-70% هتحسن بشكل كبير جدا شكل المنافسة او ما تبقى من عمر البطولة ويمكن تحدد كمان صاحب اللقب لكن خليني ابدأ من ماتشن بارح مباراة مودرن السيناريو بتاع المباراة شفتوه ازاي بداية يمكن مختلفة تماما عن بداية مباراة بيرميدز الاهل يستقبل تشكيلة مارسل كولر وبداياته اختياره محمد مجدي افشا اللي كان من وجهة نظر يعني نجم المباراة مباراة شفتو المباراة زي وشفتو مكسب الاهل يبدأ بمصطفى من ماتشو مودرن مباراة طبعا الناد الاهلي قدم مباراة كبيرة والهدف المكتوب هو المكسب طبعا التارجة الناد الاهلي بيحاول يحاول من بعد عودته من دولة بطالة افريقيا ومن وقت عودته للدوري اي وبشوف ان محمد مجدي افشا كان يستحق فعلا برضو عمل مباراة بيرة جدا يستحق ان هو واحد من اهم اللاعبين اللي كانت في مباراة امس ليستمد على العداء الكبير من وقت مباراة بيرامتس وطبعا كريم فؤاد من ضمن المكاسب الكبيرة كريم سوبر كريم بصباح امبرح ربط تراندي انصفته لكن هو كريم فؤاد من وقت مباراة الجيش الاولانية وهو بيقدم مداء كبير جدا وهنا كنا مع بعض اتكلمنا وقلنا ان كريم فؤاد بدايته معناد الاهلي من وقت مباراة الجيش دي البداية الحقيقية ليه لان ده مركزه اللي هو كان بيلعب فيه معناد امبي وطالله بشكل كبير جدا لكن هو ممكن ما تكونش اخد فرصة في المركز ده معناد الاهلي لكن الظروف طبعا جاب علي معلول كريم فؤاد بعد الوقت اثبت ان هو لعيب مهم جدا ولعيب كبير وهنا ميزة اللعيب الجوكر واعتقد ان احنا عندنا ميزة مهمة جدا في الناد الاهلي فيه اكتر من لعب عمر كمال لعيب جوكر كريم فؤاد لعيب جوكر حتى خادع فتاح لعيب برضو بيقدر ديك فاكتر من مركز فالحجاجات اكلم تعفيق جوكر كمان لعيب جوكر ففيه لعيبة كتيرة جدا بتديك فاكتر من مركز لكن كريم الحقيقة ما شاء الله يعني انا بس ساعات بخاف عليه شوية لانه مندفع شوية مندفع شوية وبيلعب بحماس كبير جدا 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 وكمان فكرة التحرر ان هو دائما ندري لما تلاقي باكليفت بيروح ببوش للي قابل المدافع دائما بيهاجم على المدافع وبيعايز يعدي ودائما تلاقيه دائما بيعمل خطورة كبيرة جدا صحيح وده شوفنا في اكتر من فرصة في مبارات الامس مع مودر بنزبرت وكمان شوفنا في مبارات الجيش المبارات المتواجيش الصابقتين انا مش عايز ادي له فرصة اتكلم بصراحة يعني شو متفقش معي من قبل الحلقة انا رأي يكمل الكلام لا هو انا بص انا قلت لك انت في الانترو قلت حاجة مهمة جدا قلت ريال مدريد وافضل نادي في العالم شيء انا اباين فقلت لك طبعا بعدها على طول مفروض ما كناش لا ده جزء من الموضوعية يعني بص شوف انا ما بحبش الريال يعني انا ما بحبش ريال مدريد انا بحب الكرة الممتعة ادور عليها واشوفها برا انا ما عنديش انتماء ثابت وواضح وصريح انا بشوف الفريق اللي بيقدم لي كرة ممتعة واتفرج عليه بصرف النظر جاب لقب مجابش جاب بطولة مجابش انا عايز اتفرج على كرة حالو انا مش عايز واجع دمين فالسيتي بالنسبة لي حالان السيتي مرحلة هتنتهي فكرة الريال في استمراريته زي الاهلي كده مش بيتقال على الاهلي مثلا في افريقيا هو ريال مدريد افريقيا في ناس بتدائم الكلام ده في ناس تقارن تقولك انت بتقارن زي الاهلي بريال مدريد بريال مدريد بيلعب مع فرق كبيرة في اوروبا وبيلعب معه برضو في فارق امكانيات كل نادي في الاتنين عنده الظروف الخاصة بي انت عارف اننا في افريقيا موضوع السفر واللعب على ارضيات صعبة شوية وتنقلات كتير وارهاق وامكانيات كل حاجة لكن النادي الاهلي رغم كل ظروف دي قدر يعني يضع نفسه على القمة منفردا كذلك الحال في اوروبا طبعا ريال مدريد بيواجه عملقة الانديا الاوروبية ومع ذلك ورغم الظروف الصعبة والمنافسات القوية ولكن ريال مدريد قدر فاحنا دايما نقول النادي الاهلي والنادي ريال مدريد يكفي ان التنافس بين الاثنين على لقب النادي الاكثر تتويجا بالبطولات القرية شرف كبير جدا لكل من ينتمي لتشجيع سواء النادي الاهلي او الوري وشيء بشيء يوسكري يعني انا مش هطلع بره لحدود القرية يعني مش هقول لك مثلا ان الاهلي في اخر 4-5 سنين دول قبل مدرس كروية مختلفة مرة مكسيك على مرة برازيل على مرة امريكا على مرة باير انا بكاهم على المتشاط اللي الاهلي يكسب فيها انت كسبت تقريبا كل يعني كل ابطال القرات مرة اليابان او راو رادز مرة حتى فلو ما ننزل لخسرناه في كاس العالم الأخيرة صحيح صحيح لكن انا هسألك انه على مستوى افريقيا النهاردة افضل عشر اندية شايفهم على مستوى قارة افريقيا هم مين بالترتيب اسمعوا جات نظاركم من تول اتنين او انت مثلا اختار خمسة واحد واحد يعني ينمشي واحد واحد يعني بعد النادي الاهلي لا سيبك طلع الاهلي بره المعادلات يقولك دول المنافسين بتوع النادي الاهلي تعال نشوفهم ونقيمهم انا بالنسبة لي صنداون طبعا يأتي في المركز الثاني بعد النادي الاهلي عنده كل مقومات البطولة يعني نادي عنده سيستم لعب وطريقة لعب دايما محافظ عليها مع تغير حتى المديرين الفنيين عنده كمان سكاوت يجعالي قوي السكاوت او طاقم السكاوت عنده قادر ان يعمل انتدابات كبيرة ممكن ما يتبقاش بأرقام كبيرة على قد ما هي مهمة جدا كتدعيم للفريق يعني بتقدر تشوف حتى بعد كده مرضودهم وادئهم كبير جدا بيفجؤوك بلعبين حتى لاتينيين او كده فانا شايف عنده جمهور سانداون الوداد المغربي الوداد المغربي عنده شخصية البطل طبعا وحتى لو بيمر بعد الازمات لكن تظل شخصية البطل موجودة عند فريق الوداد المغربي عندهم امكانيات وعندهم الجمهور الكبير اللي يقدر برضو يخليهم دايما حتى في ظل هم في أسوأ حالاتهم يقدروا يعودوا في اي وقت ويبقى دايما بشجروا خطورة في قرد أفريق تلت فريق الزمالك الزمالك المصر الزمالك المصر اخترتوا على اي أساس واحد من الانديال اللي كان عندها في وقت من الأوقات ريادة في أفريقيا وعنده خمس بطلات أفريقية عنده كمان شعبية كبيرة وعنده امكانيات يقدر في وقت من الأوقات يعني هو وصل اتنين فاينال في السنوات الاخيرة أمام النادي الاهلي وكان عنده طوك بلقابين على مستوى الكنفدرالية فأعتقد النادي الزمالك يبقى اسم يبقى اسم مهيم تلت نادي رابع نادي سبق الرجا والترجي السبقهم شوية جدا وبشوف ان الكرة بتاعتهم بقت كرة مختلفة الكرة اللي هي نفس مدرسة لكن مع فرق الخبرات لكن بشوف ان يانج آفريكان في البطولة القادمة والفترة القادمة بشوف انه هو فريق هيبقى مزعج جدا للفرق الكبيرة وبشوف ان هم ماشيين على سياسة أعتقد تخليهم في نطاق صحيح الفترة القادمة خامس تيبي مازمبي نفس فكرة اختيار الزمالك نادي عنده رصيد بطولات عنده في وقت ملوات كان عنده برضو تفوق كبير وافضلية على مستوى القارة وعتقد انه مؤهل للعودة مرة أخرى لمنصات التتوك في أي وقت نسخته السنادي اللي وجهها الأهلي شايف انها ترجع مازمبي صاحب خمس وصعد في مجموعة صعبة وكان من سوق حظه نصطدم بالنادي الأهلي لكن غير كده اعتقد انه كان مرشح للنهائي السادس الترجي التونسي الترجي التونسي الترجي طبعا فريق كبير وظل انه هو فريق كبير طبعا وفريق ليه تاريخ كبير جدا في قارة أفريقيا وليه جمهور الشعبية كبيرة جدا السابعة نادي السابع ممكن الرجاء المغربي الرجاء المغربي واحد من الأندية برضو اللي كان عندها يعني مرضود كبير وعندهم رصيد بطولات كل الأندية اللي احنا بنتكلم عليها أبطال طبعا ما فيش نادي من اللي انت قلت لغاية لوقتي ما حقاش لقابين وثلاثة واربعة ألقاب قرية يعني كلهم ديانج أفريقانز ما جابش كونفدرالية لأ ممكن كان عنده كونفدرالية تقريبا لا كان على مستوى دوري الأبطال ديانج أفريقانز واحد كونفدرالية الموسم مش اللي فاد اللي يابلو عبدوه وإحنا كده كيام سبعة على مستوى دوري الأبطال الزمالك ما خدش دوري أبطال بقى له بس عنده خمس يعني هيجي في المركز التاني بعد النادي الأهلي وهو ومازينبي خمس ألقاب وخمس ألقاب يعني انت ما تيجي ببص النادي الأهلي 12 اللي تحتيه على طول خمسة مازينبي وزمالك ومازينبي أنت اعتمت على التالي أنا اعتمت أنا قلت لك بسبب رسيد بطولاتهم طيب أوكي طيب كده وصلنا الرجاء الرجاء السايف الزبط الثامن بيترو أتليتكو بيترو أتليتكو فرقة محترمة جدا لكن ما عندهش شخصية البطل ومحتاجه وقت يعني هل نتكلم في ينجي أفريكان زي أو سنب بيترو أتليتكو دول من أيام فلافيو وجيل بيرتو وقبلهم أفلينو لكن الأداء وإيضا نقدرش ننسي وإيضا عصلي أفلينو جيل أول منعيل 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 طب هذا على فكرة جاب هدف تاريخي لا تاريخ إسماعيلي هدف حلو في الإسماعيلي هو بروفايل بيتر شارويل نفس طبعا بيترو أتليتكو نشوف أنه فريق حاليا فريق بيمثل خطورة كبيرة جدا بيلعب كرة نفس فكرة كرة سندوز الممتعة وعندهم أكتر من لعب مميز جدا كان نشوفنا في انتخب أنجولا اللي تقلق بشكل كبير جدا في كاسهم فرقية فعشان كده أنا شوفت بيترو أتليتكو لفترة القادمة هي مختلف تماما عكسا كانوا موجودين أيام جلبرتو كانوا فريق كويس لكن مش بالقوة التاسع والعاشر تاسع تاسع ممكن يعني غلم الكنترول ترشيح لأهل بنغازي بس أنا معرفش عن مش متابعه وبصراحة فمقدرش أقول أنا بيخطر مندر المجموعات أنا التاسع بالنسبة للنجم السحلي التونسي النجم السحلي النجم السحلي نادي برضو فيوقت من الأوقات بيبقى عنده يعني حالة فواءان كده وبيعمل حالة في البطولة أعتقد أنه ممكن في أي وقت يكون مرشح للفوز باللقب أنا بستنى اسما ما جاش لأهitat لد Problem بيرامدز بيرامدز ترواين بيرامدز بالنسبة نعم بيرامدز أنا أحيي على بيرامدز تحيي على بيرامدز لأن بيرامدز قديم قديم ترواين بطولة أفريقيا كان بص هنا الخبرات الخبرات برضو لها دور مهم جدا في البطلات والآهلي وبرامدز ما تقبلوش أفريقائي ما تقبلوش أفريقائي تماما ولكل كان متصور ان برامد سبولوسكودي كبير جدا للموسيم الحالي هيقدم أداء كبير جدا خاصة بعد أول فوز في أول مباراة لكن بعد كده برامد تزايل الجدول للترتيب وكانت مجموعته برضو لازم نعترف انها كانت مجموعته قوية ده اتغلب من نوازيبه يعني ما أنا أتكلم هو كانت مجموعة قوية لكن هو مقدمش لده وكان عنده كمان سوق حظ في اثنين فاينال كونفيدرالية خسر نهضة بركان نهضة بركان وخسر واحد بس وكان الثاني كان سيمي فاينال كان سيمي فاينال وفاينال وسيمي فاينال في سنتين وارا بعد كان ممكن يبقى عنده رقبين طيب يعني باستثناء برامدز هو برامدز ياحمد عنده عنده المقومات اه اللي ممكن ما يبقاش موجود عند اندية تانية الكلام ده انا بسمعه كل سنة الكلام ده انا بسمعه كل سنة انا مش ضد ان يبقى في نادي مصري موجود على الصحف افريقيا بالعكس ده شيء يفرحني يعني لو الاهلي والزمالك والاسماعيلي مثلا مسيطرين على بطولات افريقيا ده شيء يفرحني كمصري بصرف النزع انا بشجع نادي الاهلي لكن الفكرة انك اخترته مش لايك ريفيريا يعني انا اخترته مزمع مرشح لا وفي العاشر يعني لو جيت بسيت بالنسبة اللي بعد اندية كديرة جدا يعني انت طلعت استثنية اتحاد العاصمة استثنية سينبا التنزاني استثنية نهضة بركان يعني كل دي اندية عاملة ريكورتز يعني نهضة بركان الواحدة ومثلا تلات اربع بطولات اشبالية بتاع افريقيا اشبالية بتاع افريقيا صحيح لكن بشوف ان الفرع دي لو وجهة بيرامتس بيرامتس ممكن تتفوقع والسؤال هنا عشان اوصل للنقطة اللي احنا كم نتكلم فيها تعالوا شوف اذا كان دول اعتقد انه اغلب الناس هتتفق على 80% من القايمة دي ممكن يبقى فيه اختلافات في حدود اسم اسمين لكن تعالوا شوف كبار القارة كبار قارة افريقيا سانداونز الوداد بالترتيب بتاعكم سانداونز الوداد الزمالك مازينبي التراجي الراجا بيترو اتلاتكو النجم الساحالي اساسني بيرامتز زمالي معابلش بيرامتز شوف كام لقاء جمع بين الاهلي والاندية دي في العشرة اول عشرين سنة زي ما انت عايز بقى عندك وقت هاتي العشرين سنة الاخرانية واعد براحتك وشوف كام لقاء الاهلي واجه فيهم كبار القوم علية القوم في القارة وكام مباراة او كام واجهة ادري ان هو يحسمها مش بالالقاب بس انا كلمش على البطولات اللي اخدها لانه الفرق كبير اول ما بين اتناشر وخمسة وخمسة يعني التاني والتالت ما عندهمش عدد القاب الاول لكن تعال شوف المواجهات تعال شوف الاهلي والزمانك افريقية تعال شوف الاهلي والترجي افريقية تعال شوف الاهلي والراجع افريقية عايز اخد من كلامك احمد فيه كلمة شهيرة قوي قالها المعلق التونسي للجميع العصام الشوالي قال لو لا الاهلي لكان للاندية التونسية شأن اخر في قارة افريقيا كلمة كبيرة جدا وليها معنى ومدلول كبير بيترجم اخر جزء من الحوار اللي انت قلته ان لما تيجي تشوف تاريخ المواجهات النادي الاهلي مع الاندية التونسية تحديدا هو مع كل الاندية ولكن تحديدا الاندية التونسية النادي الاهلي حرم معظم الاندية دي من التتويج بألقاب كانوا شايفين انهم على بعد الخط اخرهم الترجي طبعا المباراة الاشهر امام الصفاقسي 2006 وبعد كده النجم السحلي في مناسبتين والترجي في 2012 فالنادي الاهلي يشوف المقولة قالك لو لو وجود النادي الاهلي في افريقيا لكان للاندية التونسية شأن اخر نفس الكلام على المغرب والنادي الاهلي في الموسم قبل الماضي اقصر رجاء والوداد وتوج على حساب الوداد يعني رجاء في السمي فاينال والوداد في الفاينال فالنادي الاهلي لا يعني بيطلب بعض احنا الرجاء والوداد تحديدا لو كانت على كل المغربية الرجاء والوداد هتلاقيهم عدوا علينا تقريبا في كل النسخ الاربعة والخمسة الاخيرة ومنهم سوبر على حساب الرجاء ومنهم بطولة دوري ابطال على حساب الوداد ومنهم سامي فاينال النجمة التسعة اللي هو مطش القضية كان مع الوداد وكسبنا ريحيه فانت تتكلم على مش بس الاندية التونسية والاندية المغربية وهم الاكثر تنفسا انت ما تيجي تشوف في اطراف النهائي في العشرة السنين الاخيرة هتلاقي واحد من الثلاثة اهلي تراجي وداد على طول موجود في البطولة طيب خلينا روح للمرحلة اللي جاي واحد بس عايزة اقف مع مطش مبارح كمان في قصة التحكيم اللعبة اللي اثارت جدل بشكل كبير جدا هدف افشة وانتو بتشوفوها مش عايز رأيكم ده انا عايز رأيك او رؤيتك ساعة لما شفت اللعبة دي انا وقت ما شفتها شفتها في مخالفة في الاعادة لقيت ان وسام أبو علي يعني لعب الكرة حتى لو هنتكلم سريعا على مبارات مبارح انا جايب كم حالة كده صغيرين لهم العلاقة بالمبارات الامس فنيا وفي وسطهم الحالة بتاع وسام وهم مجهز لنا برضو بمناسبة الحالات معنا مجموعة ارقام كده تمام انا تحديدا جاي عايز اتكلم عن محمد مجدي افشا والدور الكبير اللي لعبه محمد مجدي افشا ويمكن منصف عمل لنا في الاحصائيات الريت وانا ما كنتش عرف وانا بجيبين حالات ان محمد مجدي افشا اعلى ريت في مبارات الامس صحيح وده يقول لك ان محمد مجدي افشا سيبقى دايما خلينا طب هي الحالات نزلت نوقف الحالات لانه يعني هارجع للحالات بس انا عايزة انزل ارقام لانه الارقام دي هتساعدك بشكل كبير جدا وانت بتشرح الحالات بتاعتك فتعالوا نشوف مجموعة ارقام كده خدوا بالكم يعني احنا انا شفت المطش مبارح زي كل جمهين دي قالي على عصاب بالذات بعد ما استقبلنا الهدف الاول من مادرن بالمناسبة للمهاجم الكاميروني بتاع مادرن احنا تتكلمنا عنه في الحلقة ارقام اقول انت تتكلمنا مميز اوه مميز جدا طيب دي الارقام اللي معانا اتفضل ابليه طبعا محمد مجدي افشا اه 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 اعلى ريت بتمانية بوينت واحد وده داي اكد ان افشا الاسماء اللي قدام حدرتكم دي على مستوى الفرقتي مش بتكلم على مستوى الفريق الاهلي بس لاب 74 دقيقة وصنع اربع فرص وده يبين ان افشا كان دول مهم جدا في مباراة امس برغم ان هو خرج في الدي 74 وقدم اه مباراة كبيرة جدا وعدد تمريرات ونسبة الدقة واكتر اللاعبين على مستوى دقة التمرير في مباراة الامر عبدالكبير الوادي 7.8 لها 90 دقيقة اكرم اه صنع فرصة واحدة اكرم توفيق وده حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا انا هكتفي بالخمسة بس الاوال اه يبقى افشا عبدالكبير الوادي اكرم توفيق كريم فؤاد وامام عشو انا بس عايز اقول حاجة في اكرم وكريم ان اكرم وكريم في الثالث والرابع يا احمد نسبة دقة التمرير بتاعت الاثنين عالية جدا يعني يمكن 91 في المية نسبة دقة تمرير اكرم وكريم 93 وده يعني بيديك دلالة ان الاثنين عندهم معدل تمرير جيد جدا بيقدر او بتقدر من خلاله الفريق انه يحافظ دايما على الكرة ويبقى عندك الاستحواز وكريم كمان رغم انه ما بيلعبش في مركزه او بيلعب على يعني على غير عدلته ولكن قادر يوصل 93% ده رقم كبير جدا بالنسبة لمعدل التمرير صحيح نروح للارقام اللي بعدها دي منتكلم على اعلى دقة في التمرير زي ما انتم كنتم بتتكلموا عليها اكرم توفيق اعلى دقة التمرير 67 باس منهم 62 باس ناجح طيب ده الجزئية الدفاعية او النواحي الدفاعية التدخلات التدخلات رامو ربيع عمل 9 تدخلات فيه 3 منهم التدخلات صحيحة بشوف انه هو التحامات الارضية 6 كسب منهم 5 83% وانتحامات الهوائية 6 كسب منهم 4 رقم اتنين اللي هو ايبة مهاجم مودرنسبورغ عدنود ايبة كاميروني صح كاميروني اوه بالسؤالة كورتو حلوة كورتو حلوة طرد مبارح طبعا طرد مباشر طرد مباشر طرد مباشر والعلم هو بقى له 4 مبارات وحنا لما اتكلمنا قلنا انه هو كان احمد عاطف من اول المواجب الاساسي لكن كابتن طلع توسف اخذ فرصته كاملة وارقامه كويسة جدا في 5 مبارات الرابعة التوالي بيحرز هدف يعني كل الرابعة الاخرين بيحرز فيهم كل مباراة هدف طيب الاتحامات الهوائية 4 من 11 26% احمد عاطف تدخلات الارضية 8 من 12 طيب مبارا رقم 300 ليه في مسيرته مع النادي الاهلي كابتن تاريخي مداعب مهم وعنده 6 دوري ابطال دوري ابطال ده هو الواحد معادي الزهالك ومزنبي اه فيعني رمي من اللاعبين المؤثريين ولو جاب السبعة السنة الجاية ان شاء الله احنا نسينا نقوله في الاندية اللي اختارنا طيب بعد كده هنا دي تدخلات الدفاعي كريم فؤاد طبعا بيقتي في المركز الاول عنده سبع تدخلات ايه خد بالك برضو احنا بنتكلم على فريق مميز جدا هجمية يعني فريق مودرن في اوقات كتير جدا طبعا هدف الاول كاريسي يعني هدف الاول ده لازم يتذاكر مرة الهدف الاول اللي احنا استقبلناه لازم يتذاكر مرة واثنين وثلاثة لانه كان فيه اريحية كبيرة جدا لأرنالد ايبة دخل من الجنيه احنا كانت العمر وضغط عليه ثلاثة اواربعة لعيبة لغاية لما وصل فتح زاوية التزديد شاط مرتاح جدا بدون ضغط وكرة ما كانتش يعني قوي قوي ورغم كده كان هدف نتمنى انه ما يتكررش مرة تانية في ايه ماتش ماتش اوه يعني ما نروح للحالات معانا هدف مودرن برضو في الحالات بتاعة مبارات الامس بص احمد عشان نرجع ندخل سريعا في اجواء اللقاء ده محمد ماجدي افشا ودي في الدقيقة خمسة من بداية اللقاء بص تمركز لعيب مودرني احمد مصطفى على الدايرة واحد اثنين تلاتة اربعة خمس ست لعبين واقفين على الدايرة بالشكل اللي انت شايفو ده عاملين زي نص دايرة علشان يحرموا النادي الاهلي من امتلاك الكورة في منطقة عمخ الملعب او يعني منطقة سماعة اللعب تحديدا فانت هتشوف اللعب اللي ناحيتنا هو امام عشور واقف هنا محاض بين اثنين لعيبة علشان لو استلم فاضطر محمد ماجدي افشا ينزل في الحتة دي علشان يبقى عنده عملية الرؤية وامداد اللاعبين سواء الطرفين او المهاجم وسمى بوعالي بالكرات الطولية الحالة اللي بعد كده دي حالة انا بقول لك بيينت شكل او طريقة لعب النادي الاهلي من مبدأت اللقاء الحالة دي الدايرة اللي على الشمال اللي فيها كريم فؤاد ده كان بيحاول يعمل انطلاقة اتقطعت منه الكورة بص يحمد اللي في الدايرة اللي تحت هنا مين اللي في الدايرة ده محمد ماجدي افشا اللي افشا في وقت مالقوقات احنا تكلمنا عن ان هو ما بيقدرش يقوم بادوار الارتكاز المساند وده يمكن كان فسر شوية بقاء على دركة البودلاء فوقت مالاوقات لا افشا مبارح عمل الادوار زي ما كان عنده تفوق كبير في الادوار الهجومية ايضا كان عنده تفوق كبير في الادوار الدفاعية وراجع بيغطي المساحة اللي في ظهر كريم فؤاد الحالة اللي بعد دي على طول برضو هتجد بص محمد ماجدي افشا هو كان محور اداء لعب النادي الاهلي طول المباراة يعني دايما هتلاقي الكورة و توزيع الكرات و امداد اللعبين بالكرات مع محمد ماجدي افشا يعني بص دي حالة اللعيبة كلها متوزعة و محمد ماجدي افشا هنا في الكرة دي بالمناسبة عمل وان تو اوضاب الباص و عمل التمريرة ليه خلد عبدالفتاح حد تكلم مع عافشا بعد المطش امبرح كان معايا بعد المطش كان معايا بعد المطش لا بسيطة الكربية عادي جدا و قال لي لبثيتة جدا و ان شاء الله هتواجدت المطش برامش وان شاء الله ان شاء الله فدي بس حالات يعني أو ثلاث حالات عايز أقول بالنسبة طبعا حالات اللي جايبها بلال وفعلا بلال بيجيب حالات بيأكد دور أفشا مهمة جدا وده بيأكد طالرة اللعب اللي مرسل كولر كان عارفه ومزاكد فاليات مودر الفيوتشر وعشان كده أفشا مبرح كان بلعب في رقم ستة ممكن داس كدير بلال جايبها من حالات أفشا مبرح ما كانش بيلعب صانع العاب اللي كان بيلعب صانع العاب بلح هو إمام عشور وكان بيلعب باتنين ستة في نص الملعب أقرم توفيق وأفشا عشان كده أفشا كان في الشرط الأول بالأخص تقريبا طول الوقت موجود في نص الملعب وبينزل وبيكمل يعمل المسندة الهجومية اللي دائما مرسل كولر بطلبه منه وتليق ولو جبنا الهدف الهدف اللي أحرزه مجدي أفشا في اللي تلغى هنلاقي أفشا دايما بيتواجد في منطقة الخطر وبيكمل دايما وراء على فكرة فيه كتير من الاندية النهاردة بقت بتطور وظيفة اللعب رقم ستة ده يعني دايما بروفايل ستة ده هو البلوكر هو حقاة الصد الأمامي اللي قدام خط الدفاع ده المطلوب منه أدوار دفاعية أكتر منها أدوار هجومية النهاردة بشوف المركز ده في بعض الفرق بقت كأنها بالضبط بتعتمد على اثنين صنع لعب تجيب اللعيب اللي بيالعب مركز ستة ده عنده كورة عنده الفيتنس عنده رودري طبعا ده واحد من أفضل بوسكتس فوقت من الأوقات فيراتي فوقت من الأوقات اللي عنده قدرة نيع يبقى فيه صناع مرحلة صناعة لعب مبكر مع صنع العلعاب اللي موجود وراء خط الهجوم والاثنين مع بعض يقدروا يعملوا حلقات الوصل أو يربطوا بين التلت خطوط بتوع الفريق هو مفهوم اللعب رقم ستة يعني تعدى فكرة افتكاك الكرة يعني الافتكاك والتسليم والتسلم كان الأول دي المهام الأساسية للعب رقم ستة الموضوع دلوقتي اختلف تماما زي ما تتكلم في لعيبها زي ما احنا نصف يقول رودري زي وقت ملاقات بوسكتس أو توني كروس أو فيراتي أو كل دلوقتي بيتانيا طبعا بيتانيا طبعا بيتانيا طبعا في باريس وفي برتغال بيتانيا فصلاح أقول لك احنا رايحين عمتا بالكورة من بداية زي ما تكلمنا قبل كده بداية من مركز حراسة المرمى اللي هيبقى أعتقد هيشهد تطور كبير جدا في عملية بناء اللعب بداية من الموسم القادم وده على فكرة لا وليه بولونيا تانيوورت بالضبط بداية من الموسم القادم أنا بتوقع ان ده هيبقى حالة عامة في معظم الفرق وده اللي أنا أو نشرته بعض التقارير العالمية عن ان معظم الأندية اللي بتعمل فترات تحضير دلوقتي حاليا معظم المداربين شغالين على استخدام حارس المرمى في عملية بناء اللعب احنا شفنا في بطولة اليورو احمد في بعض ضربات المرمى كان المفترض وأسبانيا تحديدا اللي كان بنفس ضربة المرمى هو حارس المرمى للمساك اللي جنبه لا مع أسبانيا كان المساك هو اللي بيلعب ضربة المرمى للحارس على نفس الخط وده ده التطور الكبير اللي هيشهده بقولك بداية من حارس المرمى اللعب رقم ستة ومفهوم الباكات اللي كان الدفاعي ده مش هيبقى ليه وجود في الكرة العالمية بعد كده زي ما تم الاستغناء عن مركز الليبرو المركز رقم عشق فهتلاقي الكرة رايحة بتطوير كبير جدا على مستوى منظومة اللعب هتدفعك في النهاية انك تشوف شكل زي الشكل اللي انت شفت مع منتخب أسبانيا تحديدا في اليورو وشفت ازاي أسبانيا في فاينال يورو بتوصل للمرمى بتلت نقلات بتحرز هدف في الدقيقة 87 تقريبا وبتنهي بيه البطولة بتلت لمسات فقط هو ده المفهوم الجديد أو طرق اللعب اللي رايحالها كرة القدم الفترة الجاية يعني الثورة اللي بدأها بيب جورديول حقيقي هو في كلمة مشهورة بتتقال ان جورديولا عدل في كرة القدم هو ابتكر طريقة هو عدل فيها فعلا يعني كرة القدم قبل بيب جورديولا كانت حاجة وبعد بيب جورديولا كانت حاجة كانت حاجة على السوشيال فيديو مش عارف انت شفتوها حاجة تانية كانت لقطة هو بيحضر بيتفاجع مطشاة باسكت وحتى مش عارف لو الصورة اللقطة دي موجودة معنا ولأ نازل بيتكلم الكوتش بتاع فريق باسكت في الملعب اه وبيكلم عليه ازاي يحرك واعتقد كان فيه تصريح لمدير فاني انا مش متذكر اسم الفريق بيزاب قال انه الطريقة او النصيحة اللي ادهلنا في بيب جورديولا فرقت معنا في ان احنا نكسب مطشاة او حاجة كده فواضح ان راجل رايح لك هي مش هتنفع في البسكت هو عايز يبدأ من تحت في البسكت هي مش هتنفع في البسكت عشان البسكت فيه ازام باستحواز سلبي او ده بيموت في الاستحواز لا لا جورديولا طبعا مدرسة يعني راح بالكرة القدم لنقلة تاريخية هيفضل التاريخ كله او يعني كرة القدم في العصر الحديث بقيادة او بلامسة بيب جورديولا نروح لباقي حالات النادي الاهلي يلا نكمل حالات عندنا الحالات اللي بعد دي على طول يا احمد الكرة اللي احنا اتكلمنا فيها مصطفى الكرة اللي بتبين قد ايه وسام أبو علي قدر يلمس الكرة وهدف وحرم خلينا يترفع على حاجتين بس عشان الجمهور برضو بيتابع وانا عارف انه الناس شغلتهم جدا اللقطة دي وانا قلت انه لو مباراة دي بكاتش انتهت بفوز النادي الاهلي اللقطة دي هتعمل مشكلة كبيرة جدا جدا طبعا زاوية التصوير هنا مش موضحة لانه انا ممكن جدا اعتبر انه ركبة عمر السيسي ايه 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 اه ايه 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 اي من لعبة ضرب الجزاء او مش ضرب الجزاء؟ انا كنت بتكلم انه من ساعة الكرة ما تحركت من هنا من ساعة ما لمست رجل وسام هنا طلعت برة 18 قفشة فرس فايلة الكرة راحت دخلت الشبكة كل ده حصل صفارة كابتن محمد عادل ما طلعتش طلعتش خالص وما طلعتش على فكرة وما طلعتش خالص اصلا بعد شوية يعني انا في الاستئلة في المعب التأخير ده وما اخدتش حقها في الفار انا بشوف ان القرار حتى يعني محمد عادل هو كابتن محمد عادل غالبا قلبنه وبالنفس الكرة دي هتطلع برة فمشي اللعب عادي لما لقى هدخل الجول هدخلت حرم عادي حرم النادي الاهلي من هدف وحرم محمد مجدي افشة من هدف عالمي هدف عالمي هدف حلوه الكرة راحت سكنت المؤصل الايمن افشة كل مرة بيحطان الحراس شي على شمالهم فهو فجئهم المرادة بحطانهم عكس الاتجاه فحطانهم يمين فدي حالة بتقول ان محمد مجدي افشة كل ده يا احمد لسه سبعة محمد مجدي افشة كان عنده الاضافة الكبيرة دي على مرضود الاتجاه نروح بعد كده لحالة بقى الهدف وحمر مصطفى هو يتكلم برضه دي كرة الهدف بتاعت ارنلد دي ايبا اللي استقبلها اه الهدف بص ارنلد دي ايبا محاط به ثلاث لعبين ثلاث لعبين من وسط الملعب وامامه لسه ثلاث لعبين في خط الدفاع انت متخيل يا احمد في المساحة الكبيرة دي اللاعب قدر يقطع مشوار كبير جدا لحد ما يصل لحدود منطقة جزاء النادي الاهلي وعايز اقولك انه هو كمان مشوار انا بشوف ان رامي هنا كان لازم يقرب شوية لانه رامي فيش حد معه انا بصنا التمركز رامي اللي هو اخر واحد في الدايرة لا اخر واحد في الدايرة بالضبط اخر واحد في الدايرة ده اكرم توفيق لا 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 رامي اللي على الشمال اه اكرم جوه اكرم جوه اكرم مع الاثنين البص احمد الاثنين اللي في الدايرة دول افشا وطاهر اه ومعهم اكرم اللي جوه الدايرة مع ارنلد اللي جوه الدايرة مع ارنلد ده اكرم اكرم جميل في رامي ربيع بقى هناك بعد الدايرة اه اللي عليمنا هنا ده لخلد عبد الفتاح وبعدين رامي وبعدين عبد المي لا 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 رامي يا أحمد هو اللاعب رقم 3 هو اللي جوة الدايرة ده رامي أنا متأكد ما في المية اللي جوة الدايرة قدام أرنول دي إيبة ده رامي اللي هناك ده اللي هناك ده محمد عبد المي يبع منهم هو اللي كان نازم أنت وجد هنا بقى تمركز رامي إحنا اللقطة دي مش ممكن تبقى معنا فيديو لقطة الهدف ممكن نجهزها فيديو تبقى أوضح الهدف أرنول دي إيبة محاط بثلاث لعبين في وسط الملعب ولسه قدامه ثلاث لعبين اللاعب وجد أنه كل ما بيقطع مسحب الكرة مفيش حد بيعترضه لدرجة أنه هو يا أحمد عبد الملال طبعا هو استحاله يكون واخد في اللقطة اللي كان بيعرضها بلال هو هنا مش واخد قرار هو شايف أنه كل ما بيزوء الكرة مفيش حد بيأرد عرف اللي بيهرب لا نفسه خلاص مفيش غير المكان ده اهي بص يا أحمد واقف بقى هنا كده واقف هنا ثواني اه اه ده أكرم لا ده أكرم يبقى 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 ده أكرم هو خالد اللي جواه الدائرة ورامي هو اللي خالد اللي في ظهر اللعيب وإمام أعتقد اللي ضغط عليه هنا رامي ربيعة هو اللي ماسك الجناح اللي شمال رامي غطى مكان اهو رامي هو بص بقى رامي دلوقتي بيبدأ يطلع اهو رامي قرار ممكن وقف هنا لا ممكن نرجم عليش قرار رامي هنا طبيعي جدا لأنه خلاص ده بقى بقى بره اللعبة كان لازم الجناح ده ده عب منعم اهي وهو نرزي بقى لعب منعم طبيعي جدا انه رامي هنا يسيب اللعيب خلاص لأنه ده رايح بص المساحة بينه وبين عب منعم قديه فلازم يتحرك نرجع شوية كمان بالله طب لما يدخل مثلا يعني يدخل ايوان نرجع شوية كمان هنا عب منعم واقف لوحده جدا كان عب منعم لازم يقرب شوية على رامي او خالد وامام هنا يعملوا فاول تكتيك بالزبط بالزبط بس عب منعم لو كان رحل شوية اتحدى ان ايبا كان ممكن يخش في الحال نكمل بعد كده هنلاقي اصل ايبا راح على المكان الفاضي اللي هو بص هيكمل فيه اللي عب منعم كان الوفرود يقرب منه شوية رامي بدأ يروح يتحرك على المكان الفاضي فعلا لكن خلاص بدأ ايه بدأ ايبا يطلع على الناحية التانية خلاص هنا اثناء التزديد هو بيشوت الكرة اصلا يعني عارف بحال التعب هو الراجل جير كتير قوي عدى من اكتر من لاعب وبص هنا بيشوت الكرة اي حاجة انا بقولك هو بيشوتها اي حاجة ولكن بص انا اعتقد روضة نظر ان الشناوي ما كانش متوقع ان هو ان ايبا يشوت ان هو يمر من كل ده لا ان ايبا يشوت اه 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 ده تخيلوا لالشوطة دي او الهدف ده ان الشناوي ما توقعش ان الكرة ممكن تتشوت ايبا ده ان هو لعب مميز ادر ادر ان هو بمجهود فردي يحط فريق اه اه بس الاخطاء هو استغلت استغلت ترحيل زي ما احنا نصب قائل لو كان خاز الرحيم يترحل هو ايبا نفسه هيخش لعب لك هو لا 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 اريحية كبيرة اوى في كل ما يتخدر رامي لما انت قلت فعلا رامي لما دخل ايه اللي حصل ايبا طلع الى برة يعني هو ايبا لما لها رامي دخل فهو بعد لا وحتى رامي لو دخل مع احتمالية انه ايبا يلعبها للجناح برضو ملحوقة يعني خالد ممكن يغطي اه لكن قرار رامي في التحرك في الوقت ده لكن فكرة انه انه خالد وامام ما عملوش الفاول بتاكتيكي ده ده نمر واحد متوقعون تمركز اكرم مع انه مع انه رامي مغطي على الجناح بتاع 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 الجناح الشمال بتاع مودن فكان اكرم كان لازم يخش او يضم القلب الملعب يقفل شوية او يملى المساحة اللي بين ربيعة وبين عبد المنعم برضو ده سوق تمركز بعد كده لما الراجل طلع بالكورة اعتقد انه كان فيه تهاون شوية الزبط ووحدش فيهم كان مدخل هو الانب ده مهم جدا ليه للمبارات القادمة اه اوه انا بتكلم في اللي جاي طبعا ما ينفعش في اي كورة دي من بدايتها خالص لو جبتان بدايتها عمرك ما تتوقع ان كورة تدخل هدف صحيح يا الغاية لما دخلت انا مستددش انها هدف ما هو دي الفكرة فهو انت بقى لازم تبقى دايما في المبارات القادمة المهم جدا ان انت ما تستهونش وتفكر اي هجمة عليك تتوقع ان اي ممكن تدخلش هدف تتعامل معا بجدية تتعامل بجدية كبيرة جدا لان انت ما ينفعش تفرض في اي نقطة الفترة القادمة هدفين الاهلي لو عبال ما يجهزوا نمر واحد امام بالرأس دي جديدة واعتقد انه يمكن امام ما كانتش طبعا امام مبارح خلينا نتفق انه هذه جملة جملة اعتقد منتفع عليها من المرسل كلها اه هو الهدفين مبارح من دربتان سبتين اه يعني انا بتكلم عن كرات السبتة الراكلة السبتة الاولانية تنفيذ افشة اه وتحرك امام يعني صناعة افشة وتحرك امام قطع على الزاوية القريبة وسرق كده الظاهير طارق طاها اللي احنا برضو تكلمنا احمد عنه الحلقة اللي فاته قلنا انه عنده مشاكل دفاعية اه انا افتكرت كنت في المعلب افتكرت ان عمينا من اللي جاب الهدف اتفاجئت انه هو امام انا اساسا انه امام بيلعب براسه كويس يعني الكرة اللي اتحطت دي صعبة جده هو ملعبش كتير بالراسه بس اخطاها حلوة يعني فيها توجيه هو اختار الزاوية القريبة ما مختارش نوعية يعلقها لحد مثلا التحرك الاول للموذج يعني افشة كمان صراحة دقة التنفيذ ساعدت ان امام لمس الكرة بس واجه فالكرة دي زاويتها صعبة جده اي حد بيتفرج لأول مرة يعتقد ان دام حمد عبد المنع مش بيقولك دايما المهاجم لازم يبقى عنده حساسية منطقة الجزاء ويبقى مش لازم يعني فيه لعيب بيبقى عارف لو انا مدي ظهري للجون انا عارف ابعاد الجون فيه وكرة لو انا استلمتها وانا ظهري للجون عارف لو لفت ازاي زي هدف واتكنز عمياني كده هدف واتكنز في هولندا هو بيستلم بظهره ومحضر القرار يعني بيلفه مش شايا في المرمى احساسك بالمنطقة وحظر ما كان ابعاده دي هدر مهاجم زي هدف ستيفان هالر في انهاء الكان لما نزل مع كوتيف وار وقطع قبل بس هالر كان صعب شوية بصراحة دي برضو فيها صعوبة خلي بالك يا مصطفى يعني دي فيها صعوبة برضو لا صعبة صعبة بص بص فيها صعوبة التحرك والزاوية والبلايس توقيت الهدف كمان بصراحة شايفوا توقيت الهدف كان توقيت مثالي ده اهم حاجة في شوط الهو انت دخلت الشوط التاني بقى بصري في حالة معرفش صورة معنا انا قصد بها ان انت لما دخلت ده الهدف ده الهدف التاني اه برستاو هو طبعا يحسب لكولر دي بولك نية جملة تحرك مين لو جاب نرجعنا الهدف ده كل كل المدفاية في يوتشار بما فيهم حارس المرمى راح على العب مننا بتخيل ان برستاو وقف يعني ما بينه وبين الحارس تقريبا يعني يرضى برغم كده الحارس تقريبا بص على العب مننا ممكن نجبها تاني بص بص التحرك يرجع كده نرجع تاني الحارس تتحرك فيه خطوة كده ياخدها ده العب منع تتحرك عشان ان افكر عب منعم يلمسها نفسه ان فيه وقف الدايئة ونسي ان فيه برستاو وقف جنبه فيه لقطة قبل الهدف على طول كان كولر كتب حاجة في الورقة وادهها لمحمد عبد المنعم بعدها على طول عمل التغيير بتعريضة وتوي ممكن معنا اللقطة بتاعت الورقة بعدها على طول وانا اعتقد ان دي كانت حاجة متفق عليها ان محمد عبد المنعم يقطع زي ما هو بالسرعة دي كده على القريبة علشان ياخد انظار المدفعين ويسجل برستاو وانا سمعت مدخلا برح لكابتن طلعت يوسف قال فيها انه هو اكد على لعبة فيوت شرك مرارا وتكرارا ان هي يا احمد اللقطة دي الورقة طبعا دي الورقة دي الورقة اللقطة شهيرة في كل مباراة وبيكتبها بديها لمحمد عبد المنعم بعدها على طول تم التغيير بتاعتاه ورضا وجي من خلاله الهدف التاني وده شغل عالمي ده شغل البروفيشنال النادي الاهلي مع مارسل كولر حقيقي بيروح لمنطقة بعيدة قوي بجد عن كل المنافسين يعني مدير فني عايش المباراة زي ما اتكلمنا هنا واشدنا بمارسل كولر لو تفكر الحلقة الماضية لما حضر احمد عبدالقادر وريدا سليم في مباراة بيراميدز على الخط وبعد رجوع النادي الاهلي في النتيجة رجعهم مرة تانية ودفع عبد يانج ده بيقولك انه ده مدير فني زهنه حاضر وعايش المباراة ومحضر لكل حاجة في حالة ما تقدمت او تعادلت او اتأخرت في النتيجة انا عارف كويس انا هعمل ايه وده اللي بيفرق مدير فني عمدير فني وشيء ده واجيب احنا بقىنا كتير او ما اشدناش بمارسل كولر احنا الحقيقة لازم كل حلقة نيجي هنا نشيد بمارسل كولر اللي بيقولله في المؤتمر الصحفي انت بتلعبش كرة ليه زي زي اسبانيا وانا الحقيقة يعني مش عارف يعني الناس معبش تسأل السؤال ده ازاي اسبانيا في النهاية اصلا السؤال ده كان هو في النهاية انا مثلا زي اسبانيا في النهاية لا يعني مارسل كولر الحقيقة بيقدم يعني على مطار لا سيرتوا مع نادل آل دايما دايما فيها خدعة جبيرة جدا هو بيعملها وشغال عليها لأنه هو بدي احساس وفي تناول انت فاكر انت انت جبت الحالات المرة اللي فاتت عن اهمية استغلال اللعب التاني شادو سترايكر طاهر او عمر السلية النهاردة انت بتفاجئ المنافس انك محضر له شغل الدربات السبتة فده يقول لك قد ايه عندك مدير فني بيدرس المنافس كويس جدا النتائج دايما بتدي دليل او اشارة دايما على الشغل يعني النتيجة وفيش مدير فني جيل اهلي ما عندوش مخاومات انه يقود فريق كبير ليه وعليه يعني انت النهاردة لما تتكلم على على موسيماني هتلاقي ليه وعليه لما تتكلم على انا بالنسبالي انا توب فانز عند مارسل كولر يعني انا بالنسبالي كولر لا في عليه لسه حاجات يعني خد بالك انت رايح لمستوى لفل الوحش السنة الجاية وجمهير الاهلي دايما طماعة يعني تعودت انها عايزة تكسب وعايزة تبتع وعايزة تاخد اللقب يعني عايزة كل حاجة هتكسب المباراة ومش هتقدم لي كورة حلوة هقول لنا ناقصني في الحتة دي هتدي فرصة لعيب وهلاقي لعيب تاني عاد عالديك هقول انت لي ما بتعبش لك بس دي كرة القدم عمتا في العالم كله وده حتى يعني انا بكلمك على جوارديولا انت عارف انا بحب جوارديولا حتى جوارديولا بيتقلوا حاجات كده وبينتقد وميبقى لي غلطاته وفي اقتر وفي اقتر وفي اقتر وفي اقتر ونهاي دوري ابطال اوروبا يا فاهم ماتش ريال في السيزن اللي فات تم انتقال ازاي تلعب كورة دي كلها ومش قادر كل المدير الفنين في العالم بيبقالين وعليهم لكن انا بتكلم ان احنا ولكن احنا احنا صبرت لمرسي كورة في مواجهة بقى يعني احد المحللين برضو في احدى القنوات كان مراهن على تخيير اسمه وكان عامل قصة كده وفيلم كبير في موضوع النادي الاهلي وانه لما النادي الاهلي هيروح للمبارات الكبيرة زي بيرامدز وزي مودر هيبني المستوى الحقيقة لا وليه طب ما نقولك لا انا شفت لهم بارح تصريح قالك بقى ان النادي الاهلي هو اللي كذا كذا وان الاندية دي كلها ما خلاص انا تقريبا كده ما بيعترفش بوجود الاندية فالنادي الاهلي اكبر حتى اللي كان مراهن على وقوعه او سقوطه او تعثره في مشوار الدوري انه ينقل او يشيل الموضوع لناس تانية خلص بانتصاراته بتفوقه بارقامه بكل حاجة انت كنت مراهن على حاجة والحاجة دي خزلتك وما حصلتش او ما حصلتش اللي هي ان الاندية دي تكون سبب ان انت الاهلي بيفوز على الاندية معينة لكن لما هيروح للمستوى العالي من المبارات انه دي الاهلي وهو راحن على كده وامبارح طلع يهاجم الاندية دي الاندية الاخرى بق يعني انت بتشايل الاندية الاخرى لان النادي الاهلي اجبارك على كده انك توقف انتباه واحترام امام ما يقدمه النادي الاهلي في موسم او سنة كبيسة مليئة بالمبارات وبالمناسبة قبل ما ندخل على الهواء ريال مدريد كان طلع تقرير ان ريال مدريد بتنتظره او بينتظر الموسم القادم 72 مباراة رسمية من المتوقع ان يلعبها الفريق فلا خلاص احنا رايحين يعني باكتج مباراة على مستوى العالم كله ومعليش يعني كواليتي ريال مدريد البدني والفني والزهني يختلف عن اي كواليتي مش تقليل من لعابة النادي الاهلي طبعا مبالك بقى انت هنا في مصر وافريقيا والسفريات ريال مدريد بيسافر من مدريد لباريس فقد ايه ظروف الصفر عاملة ازاي بيقعد بيلعب في ملعب عاملة ازاي ظروف الصفر والاقامة ازاي تعال بقى هنا خش في افريقيا باشا احنا ال72 مباراة دول بيقلعبهم بيقلعب في شهر واحد اه يعني شوف بقى عشان تروح تلعب في المغرب ولا تروح تلعب في جنوب افريقيا ولا تروح تلعب في تنزانيا مدة الصفر قد ايه ظروف الصفر قد ايه الاجواء اللي انت بتلعب فيها قد ايه اوروبا الملاعب حداك مكيفة انت بتروح هنا تلعب في ملاعب لو وقفت فيها نص ساعة دمج تسيح فبالتالي لا يعني مفيش مجال للمقارنة لما تكلمني على مسلم بالشكل ده بيلعب في ريال مدريد 72 مباراة ولعبت الاهلي بتلعب 72 مباراة هناك فرق لازم تقول تعظيم سلام لجهاز الفني تختلف وتتفق معاه في تفاصيل معاك وانا معاك جدا جدا في حاجات كتيرة جدا ممكن ترى مش عاجباني لكن في الوفرول لما تيجي تتكلم على سيزن زي ده الاهلي راجع من توقف دولي سلسلة فوز مستمرة واخد دوري أبطال واخد كاس سوبر واخد كاس مصر وان شاء الله بإذن الله في طريق الإحراز الدوري لازم هنا تقول تعظيم سلام مارسل كولر وقين اختلفنا معاك ودوارت جدا مع اي مدير فني انك انت تختلف عويل بديك ده طبيعي خد بالك انت لعبت مقاطش مباراة بدون تلاتة من اهم لعبت النادي الاهلي في الموسم كل أربعة معلول معلول مروان عطية مباراة مروان عطية بيرستاو وكمان الإضافة الكبيرة اللي دخلت على النادي الاهلي في يناير عمر كمان لأن عمر كمان لعب أنا كنت أقول كمان محمد هاني وهاني هاني أو عمر يعني هاني أو عمر علي معلول بيرستاو مروان عطية رباعي أي فريق لو غياب عنه الرباعي ده الأساسي هيعاني طيب غياب مروان ما كانتش بالنسبة لك وانت بتقرأ بتشوف التسكيل يا أحمد إنه مروان غايب طيب ليه ديانج مش في الصورة رغم إنه ديانج في الفترة الأخيرة بيشارك أو بيعتمد عليه بشكل كبير أعتقد إن مرسيل كولر يعني هو بيذاكر المنافس كويس جدا ونوات كلمنا فيه قبل كده إنه هو دايماً بيختار العناصر بناء أنا على فكرة مع تركيبة أفشا وإنان جدا أنا وإنت بأنت فيه فهم المدري دي فهلس بس كان بالنسبة لي فكرة إنه مروان مش موجود أكرم ممكن يبعايز يشم نفسه شوية ويرتاح ليه ديانج ما بيشاركش كأساسي؟ لإنه هو بالنسبة له أكرم بيقدم مداء كبير جدا وبشوف إنه حتى لو ديانج لعب ممكن يبقى السنوية التانية هتختلف ما هي دي برضو بتمنع يعني لو لعب مش على حساب أكرم لو لعب على حساب إمام أو أفش بالظبط أو على حساب أفش وده دايماً هو بيعتمد عليه فترة أخيرة هو بيعتمد دايماً على ديانج في مركز ثمانية ومبارح إحنا شوفنا إنه هو كان يبقى بطريقة لعبة مختلفة وهنا محدش كان يتوقع خالص ممكن أنت قبل الماتش خالص توقع إنه ممكن يبقى لو هتحط لعب عشرة طبيعة هتحط مين أفشة أو الأمام هتحط أفشة لكن هو مرسيل كولر بيحاول دايماً يناور الخصب وبيبتكر بعض الأفكار في المباراة وبيعمل حاجات مهمة جداً مش الورقة اللي بيعملها كل مباراة وبيديها لعب منعم اللي بقت مميزة جداً لا هو أثناء الجيم بيتحول الناد لأهلي لأكتر من طريقة لعب في المباراة ودي حاجة مهمة جداً 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 منشوف أن مرسيل كولر بيحاول يعملها في المباراة الأخيرة لإن أنت عندك ضغط مباراة كبير جداً جداً أنا متفق معك في الجزئة دي ومتفق أو الناس كلها متفقة إنه واحدة من أنجح مميزات مرسيل كولر كهات كوتش إنه خلى الفقانتين كله السكواد كله أي حد فيه بيحتاجه جاهز يدي لك اللي أنت عايز وبيعدي من دول لو عايزه لكن السؤال بقى عايز أسمع رأيكم أنتو الاتنين فيه مين أكتر لعيبة حاسته أنها تطورت مع مرسيل كولر؟ يعني فيه مدير فني بيجي تلاقي لعيب معاه عالي جداً وممكن لعيب معاه الطفة جداً مين أكتر ناس لمعت أو مين أكتر ناس حاسته أنه بصمة مرسيل كولر معهم فرقت بشكل كبير كريم فويات طبعاً كريم فويات طبعاً من اللاعبين اللي بيشوف أنه هو تطور كسر الحالة قبل ما يلعب في مركز الباكليفت هو كان يلعب كجناح مميح جداً متألج بشكل لفت لغاية قبل الإصابة لغاية قبل الإصابة فبشوف أنه هو واحد من اللاعبين المهمين جداً اللي تتواره مع مرسيل طبعاً أكرم توفيق بشوف أنه هو بقدم أداء كبير جداً أكرم لا تتوارش أكرم جاب مستوى قبل الإصابة لكنه محسيتش أنه أكرم لكن ها كان يلاعب بقرائد قبل الأصابة كان يلاعب بقرائد ما كان يلاعب بقرائد في نص ملعب صحيح، هذا هو مركزه أساساً نص ملعب طبعاً، الناد إهلي تعاقد معه في نص ملعب مبظووق أنا أتكلم في أنه هو التطور في الجزء ده وأشوف أنقفشة تطور في جزء كبير جداً في الجانب الدفاعي في الجانب الهجومي طبعاً أفشة واحد من أهم اللعابين موجودين في الدوري وفي نادي الأهلي لكن في الجانب الدفاع أشوف أن أفشا بها دور مهم جداً دليل نوع طمعت عليهم برح في مركز رقم 6 فده سوقة كبيرة جداً في مرسل كولر إن هو شايف أن أفشا خاص بيقدر يعمل الدور الدفاع مميز جداً خلص كل الأسماء بقى سيب حاجة بزحبك يعني أنا بشوف أن من بداية تولي مرسل كولر أنا بشوف اللعب الأبرز فردي اتطور فردي ما أنا بقولك اللعب الأبرز مش جاب مستوى أو يعني يقدم يعني حسين الشاحات ما هو مقدم مستوى كبيرة جداً بس ما أدرش أقولك أنه تطور هو حسين الشاحات هو حسين الشاحات فاهم أصدقائي؟ أنا بشوف أن واحدة من أفضل الإضافات اللي قدمها مرسل كولر للنادي الأهلي على مستوى التطور الفردي للعبين بيرسي تاو بيرسي تاو بيرسي تاو قبل ما جيء مرسي تاو كان مرشح للخروج من النادي الأهلي بسبب كسرة إصاباته وبسبب تراجع مستوى لكن مع مرسل كولر بيرسي تاو فاس بأفضل لعب داخل القرى توج مع مرسل كولر ببطولتين كان له مساهمات كبيرة قوي تحديداً في بطولة البطولة قبل الأخيرة بيرسي لعب كبير الحداشر اه الحداشر بيرسي توج بعدها حتى حصل على جائزة أفضل لعب داخل القرى بيرسي تاو أحد اللاعبين اللي تتوروا أنا فاكر النسخة دي هو الكهرباء ده رقم واحد رقم اتنين محمود عبد المنعم كهرباء بعد عودته من الإقاف مع مرسل كولر أيضاً عمل واحدة من أفضل المباراة وإن كانت الفترة الأخيرة ما بيمرش بأفضل لحظاته أو أفضل أوقاته مع النادي الأهلي ولكن أيضاً محمود كهرباء قدم في مركز المهاجم مستوى ما قدموهش قبل كده مع أي حد تاني فأنت عندك بيرسي تاو محمود عبد المنعم كهرباء وفي اسم تالت برضو بشوف أنه ده له الثقة الكبيرة مؤخراً يعني تقريباً بقاله حوالي 6 شهور أو 7 شهور هو رامي ربيعة رامي ربيعة في وقت ملاقات كان بيشارك وقت غياب ياسر ولكن مرسل كولر أخذ القرار بقاله فترة كبيرة جداً بالاعتماد على رامي ربيعة كلاعب أساسي حتى في وجود ياسر إبراهيم التلاتة دول تحديداً مرسل كولر مع كريم فؤاد اللحمد قال عليه هم اللي أضاف ليهم مرسل كولر على مستوى التأثير الفردي بجانب منظومة اللعب الجماعي شايف إزاي يعني تستفيد من الرست أنا بشوف أنه مطش الألومينيوم مثبت استراحة محارب أوه مطش مهم وبطولة كاس لكن شايف أنه في نفس الوقت أنه محتاج تستغل المباراة دي عشان تحقق حاجات كتيرة جداً قبل ما تروح لمطش بيرمتز إزاي تعامل مرسل كولر مع مباراة الألومينيوم طبعاً أنا بشوف أن مباراة الألومينيوم جادت في قوتها جداً لأن مباراة أمس أثبت أن لعب تلات الأهلي بتعاني من الجهاد ده بين جداً في الشرط الأول لعب تلات الأهلي مجهدة جداً لعبة مباراة كبيرة جداً أمام بيرامتز وشوفنا ند الأهلي بيحقق الفوز الأربعات عشر المتتالي فمباراة كبيرة جداً وضغط كبير والنعد أهلي بيعود من بعيد لطبعاً الترتيب أو صدارة الدوري لبطولته المفضلة فمبارات الألمونيوم بغض النظر أن مرسيل كولر بياخد كل مبارات دائما لكن المبارات دي محتاجة راحة بعض اللعبين المهمين جدا اللي هو يعتمد عليهم في مبارات بيرامتس فأتمنى أن مرسيل كولر يعتمد على بعض اللعبين اللي محتاجة تاخد بعض الوقت زي محمد هاني اللي بيشوفوا أنه هو بقى له مباراتين ما بيشاركش أتمنى أن هاني يبدأ يشارك في مبارات الألمونيوم بعض اللاعبين كمان أليو ديانج أعتقد أن هو هيبدأ مباراة الألمنيوم في بعض اللاعبين القهراءة ممكن يبدأ مباراة الألمنيوم يعني فيه لعبين تحتاج أنها تبدأ مباراة دي بحيث تبقى موجودة وجهزة في مباراة بيراميدس اللي هي أعتقد مباراة الحسب لبطولة الدوري وهي المباراة اللي يتحدد بشكل كبير جدا منهو بطل الدور السنة من اللي محتاج يأخذ فرصة في مطش الألمنيوم من اللي نفسك تشوفه في الملعب يعني إذا كان فيه عناصر يعني خلينا نقول مثلا منعم ربيعة إمام أفشة أو أفشة ممكن يأخذ لأ أعتقد أنه أفشة برضو ما بازلش يعني ما تحطش حتى ضغط المجهود بشكل مباشر حسين الشحات ممكن يريح أكرم تأثير ممكن يريح وسببه علي ممكن يريح من اللعيبة اللي ممكن شايف أنها تأخذ فرصة في مطشل أو نفسك تشوفها في الملعب يعني يعني أنا بشوف ممكن محمود الزنفولي حارس مارمة لنادي الأهلي اللي انضم في يناير الماضي ممكن يأخذ فرصة في مباراة الألمانيوم أعتقد حاجه هتفرق معه بشكل كبير في مشواره مع نادي الأهلي أعتقد أن محمد هاني شعاني إذا جهز شوبر شنوج رجله في الملعب بقى له فترة شوبر بقى له كتير ما لا معه شوبر اللي اعب المبارات يعني شوبر بقى له المباراتين الأخيرتين فقط لكن المبارات اللي قبلهم مبارات طالع الجيش أنا أشوف أنه الزنفالي أنا أشوف الزنفالي أخذ الألمونيوم الزنفالي أحب الحزين محمود الزنفالي يلعب موبرات الألمونيوم والمفاجأة مصطفى شوبر يلعب موبرات بيرامدز أنا أشوف كده يعني أنا أشوف أنه أنا بتمنى وخلي بالك يا أحمد إحنا نتكلمنا في وقت من الأوقات عن أهمية قرار المدير الفني بحماية اللاعب في وقت يعني لو شهد وده طبيعي ومنطقي إن بعض اللعيبة قد تمر بفترات من تراجع المستوى أو تزبزب المستوى. هنا لازم يكون هناك دخل من المدير الفني لحماية اللاعب من الانتقادات في وقت معين. إنه هو يعني يشرك اللاعب الآخر اللي في نفس المركز حماية لللاعب ده اللي هيعود للمشاركة مرة تانية وحفاظا على مسيرة الفريق. فأنا بشوف إن الفترة القادمة قد تحتاج للدفع بين مصطفى شوبير من بداية لقاء بيراميدز. نرجع لماتش الألمونيون لأن مباراة بيراميدز تحديدا هي مباراة يعني اللي هو حسم الدوري بشكل كبير جدا. سبع نقاط لو قدرت تتغلب على بيراميدز المرة التانية في خلال عشر تيام في ملعب الدفاع الجوي يوم الاثنين. أنت حسمت لقب الدوري بشكل كبير جدا. إحنا اتكلمنا بشكل كبير. بص 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 كل ماتشاط الأهلي بقى طبعا أتمنى لأنه انتهى يعني هي ضربة قاسمة. ضربة قاسمة البيراميدز. وهتضعف بشكل كبير جدا من فرصة في البطول. بص أنا بقول لك من بعد ماتش بيراميدز. لكن موجات صعبة كتير. كل موجات يعني سيراميكا صعبة. والمصري. المصري صعبة. المودر النتاني صعبة. وزاد صعبة. امبي صعبة. سموحة صعبة. يعني بص كلها ماتشاط. ولكن أنا بص أنا اللي مطمني هو تعامل النادي الأهلي. أنا بقول لك إيه الرهان إنك تاخد التلاتة بقونة بتوع بيراميدز. هتلعب المطشاط دي وإنت مرتاح عندك أريحية ومعنويا كمان أنت صدرت للمنافس المباشر. خلاص أنت ما فيش أسوأ من كده. لا ما فيش حد هيدايقك لقدر الله في حالة أنك أنت تعادلت مطش أو قدر نفس التمطش. أنت أمنت بس أنت هتبقى أمنت الصدارة بفارق سبع نخاط فارق مريح يعني حتى إحنا كنا دائما نتكلم عن أن أنت لازم يكون فيه فارق مريح في صدارة الجدول. علشان زيما أنت معرض أنك في مباراة من المباراة ما تبقاش أنت تحت ضغط. يعني ما تبقاش تحت ضغط وفقدان النخاط بشكل دائم. مطش واحد هدف واحد دخل مرمى الأهلي كلفه خسارة. أنت فاكر تتويج السيتي في أحد السنوات يعني من أربع أو خمس سنين تقريبا. السيتي لما توج بهدف أجويرو فارق هدف واحد. بالظبط فلا الكلام ده كله طبعا بيبقى ليه دور كبير جدا. فأنا أعتقد أن الزنفالي بقى عشان نرجع من بردال المرمى. الزنفالي محمد هاني محمود متولي ممكن نشوف مروان عطيه عشان مشاركش ومحمد مجدي أفشا ياخده 60 دقيقة من اللقاء. أعتقد أن محمود عبد المنعم كهربا فرصة مناسبة جدا لتجهيز كهربا قبل لقاء بيراميدز. ممكن أحمد عبدالقر للأسف واجه وسوق حظ في الإصابة فممكن تدي لمحمد الضوء كريستو وريدا سليم. يعني أعتقد أن فيه لعيبة كانت بعيدة عن المشاركة. وخلي بالك مارسل كولر عنده حاجة. خالد عبدالفتاح لحد من شهر واحد فقط كان اللاعب رقم أربعة في مركزه. يعني كان بيصبقه في الترتيب محمد هاني عمر كمال عبدالواحد. أكرم توفيق تحول وكريم فؤاد ممكن تحول من اللاعب رقم أربعة أو رقم خمسة لللاعب رقم واحد. كل أحوال نتمنى التوفيق هي فرصة للجميع. فرصة لراحة أسماء بذلت مجود كبير جدا. فرصة لعيبة أنها تأخذ أو تحط رجلها في الملعب. على أقل تأخذ فرصة كاملة قدام الجمهور. فرصة لمرسل كولر للتحضير لمباراة بيراميدز بشكل جيد. أعتقد أن توقيت مباراة الكس أعتقد يخدم الأهلي بشكل كبير جدا. مع ضرورة طبعا التأدير والاحترام لأي منافس. الأهلي أعتقد أنه بيحترم أي منافس بصرف النظر عن اسمه وعن ترتيبه وعن إمكانياته. وبالتأكيد طبعا مباراة مهمة ومطشط الكؤوس دايما قابلة لكل احتمالات. لكن إن شاء الله رهنا كبيرة على فريقنا إن شاء الله يوم الجمعة. ومن بعدها نفتح ملف في البرامدز. بشكر أحمد مصطفى. بشكر بلاي المحسن على وجودهم معنا. شكرا شكرا شرفتونا ونورتونا. ونكمل خنائتنا بقى بعد الهواء. بشكر حضراتكم على المتابعة كل التحقيق.